التقى اليوم في الرباطة الوزير المنتدى بالمكلف بالميزانية إدريس الأزامي الإدريسي في لقاء عدد المؤسسات الدبلوماسية التقى عدد من الصفراء المؤتمدين في المغرب لعرض الوضعية الاقتصادية الوطنية على ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية عمجيد حلاوي والباشر رشاد الوزير المنتدى المكلف بالميزانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة أبرز قوة النموذج الاقتصادي والاجتماعي المغربي خاصة في ظل أوراش الإصلاحات الكبرى والقرارات التي توفق بين الإكرهات المالية العالمية وتحقيق الطموحات الداخلية في الازدهار والتنمية إن المغرب بلد قوي اقتصاده قوي وهناك شعور بالتواجد في بلد منفتح يتوفر على عدة اتفاقيات تجارية للتبادل الحرب ومن ثم فالاقتصاد المغربي يرتكز على أسس متينة كيف لا نفق في المغرب؟ فالبلدان تواجهوا بين الفينة والأخرى الصعوبات اقتصادية من حيث عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية حكومة المغربية تحركت بسرعة ومن ثم فلا شيء يبعث على القلق مقارنة بـ 2011 ارتفع حجم الاستثمارات الخارجية في العام الماضي وهو دليل على ما يحضى به المغرب من ثقة المهم ليس هو الصعوبات ولكن هي الإصلاحات الكبرى التي يقوم بها المغرب من أجل الرفع من توازنات الماكرو اقتصادية وهذا أساسي وهو فيه واحد إعطاء الرؤية اللازمة للفاعلين الداخلين والخارجيين من أجل امتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية وكذلك الأجراء ذي البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتيسير حياة المقاولة وبدعم التماسك الاجتماعي والشغيل الإصلاحات المتعلقة بصندوق المقاصة وقطاع العدل والنظام الضريبي كلها شكلت محاور في لقاء الوزير المغربي مع حوالي أربعين سفيرا معتمدا ببلادنا